الملك حمد بن عيسى الخليفة الحصالح رئيس مجلس الشورى ونواب رئيسي المجلسين الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي وقد أعرب جلالته عن اعتزازه بالدور الهام الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية الوطنية وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين وتلبي كافة احتياجاتهم وأشهد جلالته بالإنجازات التي يواصل المجلسان تحقيقهما منوها بدورهم المحوري في توثيق علاقات البحرين مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة معربا أيده الله عن شكره وتقديره للمواقف الوطنية المشرفة لمجلسي الشورى والنواب مشيدا بالبيان الصادر عنهما بشأن حادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية كما أثنى رعاه الله على المستوى المتقدم من التعاون والتنسيق بين السلطتين بما يخدم مسار العمل الديمقراطي منوها بما تضمنه تقرير مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناءة لتطوير الأداء التشرعي والرقابي في المملكة وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم الشأن المحلي لأسيما آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا والتقدم الإيجابي الذي تم إحرازه بشأنها حيث ثمن جلالته الجهود الكبيرة التي يواصل بذلها الفريق الوطني الطبي بهدف الحد من انتشار هذه الجائحة منوها بمبادرات ومقترحات المجلسين الهامة في مجال تطبيق التحول الرقمي على مختلف الأصعدة ومؤكدا جلالته قدرة المملكة على تجاوز هذه المرحلة بكل قوة وعزم بتوفيق من الله عز وجل وتعاون الجميع والتزامهم من جهتها أكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن توجيهات جلالة الملك المفدى السامية تمثل دافعا كبيرا لتعزيز جهود مجلس النواب في القيام بالواجبات الدستورية وأداء الدور التشرعي والرقابي مشيرة معاليها إلى أن الدعم الملكي السامي شكل الركيزة الأساسية لإثراء العمل النيابي وتحقيق مزيد من الإنجازات التشرعية خلال دور الانعقاد الماضي رغم الظروف الاستثنائية التي تزامن معها جراء تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 هذا وعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه لما يليه جلالته من رعاية ودعم ومساندة مستمرة لدور السلطة التشرعية وأكد معاليه أن توجيهات جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه تمثل نواة لكل الإنجازات والنجاحات التشرعية وتعطي حافزا ودافعا إضافيا لأعضاء السلطة التشرعية لبدل المزيد من الجهود والعطاء لأداء الدور المنوطبهم بكل إخلاص وتفان ومسؤولية